الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدخول في الصلاة واستعدادا لمناجاة الله تعالى وهو باب لتطهير الجوارح من الخطايا والذنوب ففي الحديث من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره وللوضوء آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها منها استعمال السواك في بدايته عند المضمضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء إسباغ الوضوء على المكاره وذلك باستيعاب المحل بالغسل بحيث لا يمنعه برد ونحوه من تمام غسل العضو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط قال القاضي عياض وإسباغ الوضوء تمامه والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك ومن آداب الوضوء التيامن وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناعوله الاعتدال في استخدام الماء وتجنب الإسراف فيه أو صبه من غير حاجة قال تعالى إنه لا يحب المسرفين عدم الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على ثلاث مرات فإن ذلك من الإساءة والاعتداء وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم الحرص على أداء سنة الوضوء وذلك بصلاة ما قدر له من الركعات بعد الفراغ من وضوئه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي